الاجواء بقى كانت اجواء رائعة جدا دخول الجماهير النهاردة الجماهير الانجليزية الجماهير الايرانية وكل الجماهير كانت مستمتعة النهاردة بالمباراة مستمتعة جدا تحديدا الجماهير الانجليزية جماهير الانجليزية بطبيعة الحال وها دخل المباراة كهيت مبسوطة وها خارجة من المباراة اكيد حزينة حزن شديد جدا النهاردة ايران لعبت بطريقة كارلوس كيروش المعتادة حرص دفاعي كبير أمام منتخب يضم في هجومه ساكا سترلينج والكبير هاريكين وخلفهم ماونت والموهبة الإنجليزية الكبيرة جداً الرائعة بلينجهام لعب دورتموند وأسماء كبيرة في المنتخب الإنجليزي مع دول مع دول ما فعاش حل إلعب وهاجم واستمتع وده اللي قال له على فكرة قال له سكنوش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال لك أنا بعد ما اتغلبت الثلاثة في الشوت الأول قلت للعب أنزلوا استمتعوا بقى يعني كوديا الأمر هدفع لحد إمتى خلصت الحكاية شايفين المنظر شايفين الجمال الجمال الإيرانية الجمال الإنجليزية كل الناس كارنفال ناس بتستمتع بكسر العالم أنا فيه بس ملحوظة مهمة لازم أشيد بيها جداً في المونديال ده لازم أشيد بيها جداً في المونديال ده مفيش حالات شغب مفيش يعني مشاكل جماهيرية الأمور هادئة جداً دي أمور أمنية زكية ودي أمور أمنية محترمة إنه ما يحصلش أي أزمة أو أي مشكلة فديش يراء كل كقوس العالم اللي فاتت أو أي بطولات مجمعة عالمية بيحصل مشاكل وشغب جماهيري وتحديداً لجماهير الإنجليزية تحديداً شايفين دي الجماهير الإنجليزية النهار ده تسامة، بساط، سعادة، فيش أزمات، مفيش مشاكل مفيش احتجاكات بين جمهور وجمهور فيش أي أزمة وإن شاء الله تفضل على كده الأمور والأمور تعدي على خير وما يبقاش فيه أي مشاكل حتى نهاية البطولة الجماهير زي ما قلت لكم الإيرانية وأيضاً جماهير الإنجليزية بيتصوروا مع بعض ما فيش أي حاجة حلوة الكورة والله حلوة الكورة أمور سهلة وبسيطة وممتعة أيضاً ده عملية دخول الجماهير الأصدقاء اللي راحوا المدرجات فيه قطر في المنديال دخول سهل دخول ميسر ما فيش إجراءات يعني في كوس عالم قبل كده بيبقى فيه إجراءات فيها تفتيش وإجراءات أمنية ده ما يتقيل شوية الأمور أسهل شوية في المنديال الحالي منديال قطر 2022 وزي ما شايفين صور عظيمة وصور رائعة وصور يعني حلوة وانت بتوقع تفرق دايماً كل يوم عامين نبكت نفسنا ونقول يا سلام لو كنا هناك يا سلام لو كنا هناك طبعاً أنا لمحت حد بيشتم ماجواير تقريباً بس أي حد يعني بي آه طبعاً هجوم على ماجواير وانتقادات لماجواير وتقليل من ماجواير بطبيعة الحال يعني موسيقى